السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر المصار الأدبي درسنا اليوم هو القدرة والطاقة والكفاءة من مادة العلوم العامة أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يذكر تعريف كلا من القدرة والكفاءة يحل مسائل عددية على القدرة والكفاءة بدون أخطاء عزيزي الطالب أمامك مصباحين أي المصباحين أكبر قدرة وكيف عرفت المصباح الأول مكتوب عليه 72 واط والمصباح الثاني مكتوب عليه 60 واط في أي المصباحين أكبر قدرة أحسنت المصباح ذو القدرة 72 واط هو الأكبر قدرة كيف عرفت من وحدة القياس واط واط هي وحدة قياس القدرة تعريف القدرة القدرة هي معدل الطاقة المستخدمة أو المتدفقة كلمة معدل أي مقدار استهلاك الطاقة بالنسبة للزمن ويرمز للقدرة بالرمز B قانون القدرة B أي القدرة تساوي E أنيرجي الطاقة تقسيم T طايم الزمن فتكون وحدة قياس القدرة هي وحدة قياس الطاقة مقسومة على وحدة قياس الزمن وتقاس الطاقة بوحدة جول ويرمز له بالرمز بينما يقاس الزمن بوحدة الثانية ويرمز له بالرمز S فتكون وحدة قياس القدرة هي جول برسكن جول لكل ثانية وجول لكل ثانية تكافي واط ويرمز له بالرمز W واط فوحدة قياس القدرة هي الواط ويكافي جول برسكن أو جول لكل ثانية ما قانون القدرة قانون القدرة قدرة يرمز لها بالرمز B تساوي الطاقة E تقسيم الزمن T الطاقة تقاس بوحدة جول والزمن يقاس بوحدة ثانية والقدرة تقاس بوحدة واط ومن هذا القانون يمكن حساب الطاقة من معرفة القدرة والزمن بالعلاقة التالية E الطاقة تساوي القدرة ضرب الزمن وتباع الطاقة الكهربائية بوحدة الكيلو واط ساعة KWH كيلو واط ساعة أور تمرين واحد ما القدرة المستخدمة عند بذل شغل مقداره 250 جول خلال 30 ثانية المطلوب حساب القدرة ما القدرة دائما المطلوب يأتي بعد كلمة ما أو أوجد أو احسب القدرة أول شيء نكتب القانون قانون القدرة القدرة B تساوي الطاقة E تقسيم الزمن T القدرة تساوي الطاقة تقسيم الزمن تساوي 250 جول الطاقة أو الشغل الطاقة يساوي الشغل 250 جول تقسيم 30 ثانية يكون الناتج 8.33 واط تمرين اثنين كم من الطاقة يستهل الكمبيوتر قدرته 12 واط في مدة 15 ساعة المطلوب في هذه المسألة حساب الطاقة وليس القدرة حساب الطاقة الطاقة تساوي القدرة ضرب الزمن تساوي القدرة 12 واط ضرب الزمن 15 ساعة ولكن لاحظ معي وحدة القياس الزمن في القانون بوحدة الثانية في التمرين بوحدة ساعة يجب تحويل الساعة الى ثانية احسنت ضرب 60 ضرب 60 60 حتى نحول الساعة الى دقيقة و60 مرة ثانية حتى نحول الدقيقة الى ثانية يكون الناتج 648 الف جول اي تساوي 648 كيلو جول الكفاءة افيشينسي هي كمية الشغل المخرجة من نظام ما مقارنة بكمية الطاقة المدخلة اليه ويعبر عنها كنزمة مئوية فعندما نقول سيارة كفاءتها 15% اي انها تنتج طاقة حركية مفيدة مقدارها 15 جول فقط لكل 100 جول من الطاقة الحرارية المستمدة من النفط المحترك في المحرك قانون قانون الكفاءة فقانون فقانون الكفاءة يتساوي الطاقة المستفادة او الشغل المفيد الناتج ضرب 100 تقسيم الطاقة المدخلة تمرين محرك كهربائي يستهلك 1500 جول من الطاقة الكهربائية وينتج 1250 جول من الطاقة الميكانيكية لرفع احمال ما كفاءة المحرك قلنا سابقا ان المطلوب دائما يأتي بعد كلمة ما او اوجد او احسب ما كفاءة المحرك المطلوب كفاءة المحرك اولا نكتب القانون قانون الكفاءة الكفاءة تساوي الطاقة المستفادة ضرب 100 تقسيم الطاقة المدخلة محرك يستهلك يبقى هذه الطاقة المدخلة يستهلك وينتج 1250 جول هذه الطاقة الناتجة يبقى 1250 ضرب 100 تقسيم 1500 فيكون الناتج 83.3% تقويم الدرس عزيز الطالب اجب عن الاسئلة التالية ما تعريف القدرة الكهربائية فكر قليلا احسنت معدل الطاقة المستخدمة او المتدفقة اكتب قانون حساب القدرة رائع القدرة رمز بي تساوي الطاقة ا تقسيم الزمن ت حدد الزمن اللازم لمصباح قدرته 100 واط في بذل 80 جول من الشغل المطلوب الزمن الزمن يساوي الطاقة تقسيم القدرة الزمن يساوي 80 تقسيم 100 يكون الناتج 0.8 ثانية واخيرا نذكر طلابنا الاعزاء بالدخول الى فريق تيمز لصفق الدراسي وحل الواجب الالكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر